موسيقى 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 اياها وخدمات الطبية لانها كانت الصحيح انها خدمات يعني فاقت العالم بالخدمة الادوية اللي كانوا يعطونا اياها كانت ممتازة جدا هناك ادوية لم تستعمل الا من قبل السلطة قبل اي بلد تاني رعاية صحية طبعا يعني كانت خمس نجوم اذا منجش اكتر الاطباء كانوا متعاونين جدا كانوا يعانوني كاخوة وكاصدقاء فهذه طبعا خفف من البطلة الحجر زادت معنوياتنا العلاجات طبعا هي كانت تتركز اكتر اشي على علاجات الالتهابات اذا عنده الانسان فيه الالتهاب او اشي وفيتامينات الفيتامينات عساس انه يزيد المناعة عند الجسم بالانسان فقط لا غير طبعا الحمد لله يعني ما كانش عندي اي اعراض تذكر الحمد لله بالعالمين وهذه الخوف انه الانسان يكون حامل المرض ومعندوش اعراض احيانا يعني ممكن يصيب اي انسان وارف المدية التاريحة طبعا كنت اتباصل عنهم بطريقة التلفون والجوال طبعا والفيديو والمراض لانه ممنوع الزيارة ممنوع اي تابل اي انسان يعني الطبيب لما كان يفوت عندي كان يلبس زي اللباس لابسينه بل بالعكس يحطه على دراس وكمان عازل لانه ممنوع يكون بالعادة الالق موجود انا ما يعني ما شو حكزب عليك انا بالنسبة الي موجود الالق وتوتر كتير طبعا بتخاف عليه لانه انت اللي بتسمع بالاخبار واللي شفته على الوسائل الاتصال كان كتير بخوف واحنا الحمد لله عدينا هاي المرحلة والحمد لله بفضل الله انه الله نجا والله من نفس من اول اللحظة احنا درينا فيها طبعا قمنا بواجبنا احنا كعائلة فطائر وطبعا اتعاملنا مع الاخت عنان الاتيرة وبلغنا بالوضع اللي احنا صار معانا ووضعناها في الصورة الحقيقية بما صار مع اخونا ابو فتحي والحمد لله انها تصرفت بشكل عقلاني وترتبت الامور ما بين الحجر بالسحي الاخونا ابو فتحي والحمد لله الامور كانت يعني استقبلناها بكل صدر رحب والحمد لله وبشكل الله قاهر الفيروس اخونا ابو فتحي وكانت هذه لقاءنا في ممزوج في الفرح وفي الدمعة كمان والحمد لله والاستقباله كان مبارح استقبال وكان مهرجان عائلة فضل الله يعني لا شك انه كانت الظروف صعبة جدا كانت يعني كنا نعد اليوم بيومين ما كنا نظهروا هات الكلام صدقا كنا بالعكس احنا نرفع من معنوياته بس صدقا احنا كنا داخليا يعني صعبة لا شك صعبة باللخص كنا لما نسمع انه في صحة مريضة دهورة او صحة مريضة فات العناية مكثفة كنا بالصراحة يعني ندايق لا شك يعني بفضل رب العالمين